بأسلحة حرارية متطورة حاولت ميليشيا أسد الطائفية إحداث اختراق في جبهات إدلب حين دفعت بتعزيزات إضافية إلى محور تل جعفر جنوب المحافظة بتمهيد بري كثيف ولكن النتيجة قتلى للميليشيا هنا وجرحى هناك بنيران الفصائل التي أكدت أن الميليشيا فشلت في التسلل نحو المناطق المحررة وهذا ما كان ليحدث لولا استراتيجية الأنفاق والتدشيم التي تبعتها الفصائل لا سيما بعدما تواردت أنباء عن تعزيزات عسكرية للميليشيا الطائفية لتخم المحافظة الجنوبية والجنوبية الشرقية فضلا عن إنشاء مرابض عسكرية في عدة نقاط شمالة وغرب حما أبرزها معسكر بريديج هي انتكاسة أخرى للميليشيا تضاف لفشلها المتكرر على محور كبان الشمال اللاذقية في تلك المنطقة الجبلية قال ناشطون إن الفصائل استنزفت وما تزال الميليشيات الطائفية متبعة استراتيجية الكر والفر وكالعادة تبرر الميليشيا فشلها بالتقدم على تلك الجبهات بسياسة الأرض المحروقة مستهدفة بالشكل المركز مدن وبلدات إدلب الجنوبية ككفرنبل والركاية ومنطقة معرة النعمان يحدث هذا فيما أرسل جيش التركي تعزيزات عسكرية لنقاط المراقبة في إدلب وحلب وحسب ناشطين توزعت التعزيزات في نقطة العيس جنوب حلب ونقطتي المراقبة في تل الطوقان والصرمان شرق إدلب وصول لتجمع معرحطات جنوب المحافظة